بالنسبة لكتاب الإثارات التجديدية فهو كتاب دعت إليه الحاجة واقتضاه مزاج العصر فمن فترة ليست بالقريبة والعلماء والدارسون يبحثون في قضية التجديد كلما عنت مشكلات لم يلح لهم في الأفق حلها أو شاهدوا وضعا لم يفهموا كيف يتعاملون معه من منطلق الرؤية التاريخية الفقه ولكتب التراث فالتجديد كان هما دائما وكان موضوعا حاضرا عتيدا منذ فجر التاريخ الإسلامي لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه بعض الأهمة وهو حديث إن الله يبعث لهذه الأمة كل مئة سنة من يشدد لها دينها على رأس مئة سنة من يشدد لها دينها بناء على هذا الوعد صادق كان انتظار المجدد واستحضار التجديد أهما للعلماء فالتجديد ظل فكرة مايعة إذا صح التعبير أو غائمة أو ضبابية في أذهان الناس يبحثون عن التجديد يبحثون عن المنقذ لكن ما هي طبيعة التجديد وكيف ننزل من سماء النظاريات إلى أرض العمليات كيف نحصر المفهومة ونحاصره ربما هذا الكتاب كان محاولة بهذا الصدد أو في هذا الاتجاه وكيف نحصر المفهومة ونحاصره